اخواني اخواتي عزان الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رح نكون في فيديو تعريفي جديد في من فيديوهات تعلم كيفية استخدام نظام ادارة معلومات الطلبة مصمم من قبل مركز الكفير لتقنية المعلومات طبعا بالبداية هاي الواجهة الرئيسية انا رح اسجل دخول رح تطلع عندي هاي الواجهة اللي تشوفوها امامكم اللي هي الواجهة الرئيسية لادارة النظام اليوم انوياكم ان شاء الله رح نناقش موضوع التبليغات رح نناقش موضوع التبليغات من اضغط على التبليغات رح تطلع لهاي النافذة اللي تشوفوها امامكم طبعا هاي النافذة تحتوي على جميع التبليغات المرسلة اليها سواء كانت من العمادة او من ادارة الكلية مالتي او من ادارة القسم مالتي او من الاساتذة طبعا بداية انا اقدر اسوي بحث عن كل تبليغ يعجبني يعني مثلا منا هسا اجي اكتب انا اكتب سفرة علمية مثلا على سبيل المثال سفرة علمية وانطي بحث ش رح ينطيني رح ينطيني هنا بحثت حسب العنوان طلعت للسفرة علمية طلعت عندي السفرة العلمية وخرت الفلتر فقط ضغطت هنا طبعا هنا كل واحدة بنعدهم عنوانها وتفاصيلها تقدر تشوفها بس توقف عليها تقدر تشوفها اوكي والتاريخ اللي انت استلمتها من خلال سواء كان يعني اليوم والشهر والسنة بالاضافة الى الوقت اللي وصلتك بهذه التبليغ بتشوفها انا امامكم يعني تقل السفرة ايضا هنا عندي تصدير طبعا عندي هنا تصدير الى اصدرها انا لانت بحثي الجمahn اوكي? واستخدمها. احنا مثلا رح اصدرها للدوكيومنت. رح اصدرها اصدرها بهذا الاسم كبي دي اف. هنزلت عندي هنا انا دي تشوفون. مجرد اضغط عليها طلعت عندي كل التبليغات. احنا اعلان اية الاستعارة من المكتبة. اعلان الى طلبة المراحل كافة. لاني كل هنزلت شوفون كل التبليغات موجودة عدكم. هذا بالنسبة المن الى التصدير. كذلك عندي هنا ايضا تصدير الى من الممكن ان اصدرها ايضا سعيف رح اقول لي. طبعا مع العلم انه احنا دائما انفضل اصدرها احسن لك. شوف اهنا بالاكسل رح تطلع بالصورة هاي اللي انتو شوفوها كل واحدة. والاعلان مالته وش وقت ايجاك اي وقت. هذي بالنسبة الى التبليغات. طبعا انا اقدر اسوي فلتر حسب العنوان مثل ما قلنا. احنا مثلا هزا اضغط على فلتر كونتين مثلا يحتوي على مثلا خنقول انا لكم سفرة. اوكي ضغطت انتر رح تطلع لهنا سفرة علمية سفرة كربلاء. وهكذا رح تكون عندي واضح. اطلع لي فقط التبليغات اللي بيهن اسم سفرة. اوخر الفلتر هنا مثلا تقدر توخر الفلتر. اوكي. هذا اه كل ما موجود هنا هنا. كل ما موجود بالتبليغات طبعا انت تقدر انه تبحث تقدر تشوف كل التبليغات اللي عندك تقدر تشتغل حسب انت متريد. وتختار اللي يحجبك. هذا بالنسبة الى التبليغات. هذا بالنسبة الى التبليغات. الى السكشن. طبعا هنا تقدر تسوي ايضا حسب التفاصيل. تقدر تسوي حسب التاريخ. حسب دنيا كل هين انت تقدر تسوي فلتر وتشتغل. اتمنى انه وصلت فقرة التبليغات. شو نتعامل معها. ان شاء الله رح نلتقي في فيديوهات قادمة بإذنه تعالى. شكرا لكم وشكرا لازغاكم. وان شاء الله اه لنا اقرب وقت في فيديوهات قادمة بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في القناة